الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا جماعة. اتكلمت في البس المباشرة على الصفحة الكبيرة الصبح على ان لازم لو الكهرباء اطعت افصل الفيشة بتاعت مجموعة من الاجهزة. لان ده هيعرضني لمصارف كتيرة كتيرة او كمان. وهيعرضني المشكلة هتظهر في الجهاز بتاعي بدون اي داعي. ليه بقى? ومن الاجهزة اللي انا متكلم عليهم? كل الاجهزة اللي بتشتغل فيها كارتة الكترونية زي مين? زي الغسال في اوتوماتيك? زي الغسال في اوتوماتيك? زي ماكرويف? زي التلاجة? بس التلاجة خليني اقول لكم عنها تفاصيل اكتر. طيب يبقى اي جهاز يا جماعة شغال بكارتة الكترونية? يعني في زراير تاتش فيه شاشة بتنور? ده لازم افصله اه وقت انقطاع التهار الكهرابي اصير اشيل الفيشة بتاعت. ليه? لان الجهازة بتشغل بكارتة الكترونية دايما بيكونوا حطين للكارتة قطع حماية. القطع دي هتحميها لو مثلا الجهد زاد عن المعتاد. وبالتالي لو الكهرباء جات زادة شوي هتضرب قطعة الحماية دي. يبقى هروح افك الجهاز بتاعي واجيب حد يصلاح للكارتة هيدخلني في مبلغ كبير خمسمائة ستمت جنيه مع ان قطعة الحماية دي ممكن تكون باتنين جنيه لكن ساعتها الفني ممكن يقول انا غير الكارتة. ليه? لان انا حطيت نفسي في الموقف ده. فالوقاية خيره من العلاج. اي جهاز شغال على كارتة ان قطعة الكهرباء شيل فيشة بتاعته. طيب ليه انت خليتي التلاجة في الاخر? لان التلاجة هي جهاز. سواء الكهرباء جات زايدة او جات نقصة طالما الفيشة لسه في الحيط شيلها. ليه بقى? التلاجة بالذات يا جماعة لو انا شلت الفيشة من الحيط تركزوا معي في النقطة دي. لازم السن على الاقل ربع ساعة لما حط الفيشة تاني. ده لو من غير اي سبب يعني انا مسلا شلت الفيشة عدت من تحتها حاجة. ما ينفعش حطه فيش التلاجة تاني على طول. ليه? لان التلاجة لازم ان تاخد فترة على الاقل عشر دقيقة يحصل حاجة اسمها تعادل او الضوء. مع التكرار العملية دي بيحصل حاجة برضو في مشكلة والمطور بتاع التلاجة بيجراله حاجة. وحتى انت لو شلت الفيشة وحطيتها تاني مش هترضى تشتغل معك. فسواء التلاجة كانت بكارتة او كانت من غير كارتة. ما ينفعش لما الكهرباء تروح نفضل سيبيني فيشها في الحيط. لان ممكن الكهرباء تحصل زبزبة او تروح وتيجي امرات متعددة او ربعة تضرر لي مطور التلاجة والمجمع بتاحته. ولو في كارتة في التلاجة برضو هتضرب. طبعا التلاجات اللي فيها كارتات معروفة اه والكارتات الامفرطر نفس الكلام يمشي عليها. التلاجات اللي فيها كارتة عرفها ازاي? دي بيعرفها يعني بدل نظام التشغيل القديم الطيمر يبقى اغلب التلاجات الحديثة فيها كارتة. حتى لو التلاجة ما فيها كارتة. الوقت ما يروح الكهرباء لازم تشيل فيش التلاجة عشان تحافظ على حاجتك انت.